بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السادسة عشرة انتفاضة صفر 1977 عام 1977 حدثت انتفاضة كبيرة ومهمة في العراق وذلك أثناء مسير موكب العزاء الجماهيري على الأقدام من النجف إلى كربلاء في ذكرى أربعين لإمام الحسين عليه السلام وهي زيارة يد أبو العراقيون الشيعة على أحيائها كل عام وقد وجدوا فيها وفي مواكب العزاء الحسينية نوعا من التظاهر ضد النظام البعثي الحاكم الذي كان يحرم أي صورة من صور التظاهر السياسي أو الاحتجاج الشعبي ولذلك استغل الناس الفرصة هذه العزاءات الدينية ليعبروا عن رأيهم بتحدي الحكومة على طريقتهم الخاصة وحاول النظام البعثي العراقي منعهم من المسير إلى كربلاء فوضع سيارات الشرطة حاجزا على الطريق ولكن الجموع الهائلة اقتحمت الحاجز وسارت نحو هدفها غير مبالية بالمنع وعندما وصلت المسيرة أو المظاهرة إلى منتصف الطريق إلى ما يسمى خان النص أسأل النظام وحدات عسكرية مدرعة لصدهم عن التقدم نحو كربلاء وقامت طائرات الميك بالتحليق فوق رؤوس الناس وقتل بعض الأشخاص فحملهم المتظاهرون وساروا بهم إلى قبر الإمام الحسين وعندما دخل الزوار إلى مسجد أو صحن الإمام الحسين قامت السلطة بإغلاق البوابات الرئيسية وأحضرت عددا كبيرا من الباصات فاعتقلت المتظاهرين جميعا وأودعتهم السجن وكما أخبرني السيد كمال الحيدري الذي كان شاهدا على القصة فإن السلطة البعثية أوحت إلى المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي بأنها عقيدة العزم على أعدامهم جميعا هكذا قالت له إلا إذا أرسل السيد محمد باكر الصدر موفدا من قبله إلى الرئيس أحمد حسن البكر طالبا العفو عن المتظاهرين وكما يقول السيد كمال الحيدري فإن السيد الخوئي اقتنع بذلك واقترح على الصدر أن يقوم موفدا من طرفه يذهب موفدا من طرفه ولكن الصدر رفض الذهاب إلى القصر الجمهوري في تلك الظروف خشية أن يستغل النظام زيارته ويصورها بشكل آخر أنه جاي أيد النظام مثلا ولا يعفو أي معتقلين فماذا يحصل يعني وتواصل الطرفان السلطة والمرجعية على أن يرسل الخوئي ابنه السيد جمال إلى البكر وأن يرسل الصدر برقية استرحام فأطلق سراح المتظاهرين ولكن بعد تشكيل محكمة خاصة أعدمت عددا من قادة الانتفاضة التي عرفت بانتفاضة صفر وقام النظام خلال هذه الانتفاضة بتأليف قصة مسرحية مزيفة وفبركة عن اعتقال مواطن سوري كان يحاول تفجير مسجد إمام الحسين وذلك من أجل إلقاء اللوم على سوريا التي كانت علاقته معها متوترة منذ أعوام واتخذت شكلا ظاهريا كخلاف حول مياه الفرات وبما أنني كنت في الكويت حيث يتوفر قدر من الحرية العلامية فقد حاولت شرح حقيقة النظام العراقي وممارساته الدكتاتورية وأصدرت بعض الكراريس النقدية للنظام مثل أراك اليوم يبحث عن حسين وصدام نمرو من ورق ونشر باسم أراك الغد وقمنا بتوزيع بعض الكراريس والمناشير في مجلس حسيني عراقي يحضره السفير العراقي الذي جن جنونه لرؤيتها توزع أمامه يعني هذه مصيبة عنده وقررنا كذلك توزيع هذه النشرات بالبريد من دول متعددة وحملت قدرا من هذه الكراريس والمناشير والبيانات معبئة بشكل سري في قعر شنطة وغطائها وخرجت من الكويت بجواز سفر سعودي إلى سوريا ولكني دخلت إليها بجوازي العراقي الذي كنت أحتفظ به في قعر شنطة يدوية ونظرا للتوتر الذي كانت تلك الأيام بين العراق وسوريا والتفجيرات التي كانت تحدث في دمشق من قبل المخابرات العراقية فقد كان من الطبيعي أو كنت أتوقع يعني أن يقوم رجال الأمن السوريون من مختلف الأقسام بتفتيشي بدقة عراقي داخل سوريا ذيك الأيام فكل أجهزة المخابرات بدأت تفتشني وعدت مرات ثم لم يوجد شيء عندي فأصدر الأمر لي بالخروج وعند باب الخروج باب النهائي يعني تقدم رجل الأمن آخر وطلب تفتيشي مرة أخيرة وأدخل يده إلى قعر الشنطة حيث عثر على الجواز السعودي وتفاجأ به وسألني من أنت هذا السعودي أو العراقي أنت وإلى أي جنة تنتمي فقلت له بقلب مطمئن أنا عراقي وهذا جوازي الصحية وقد دخلت به بصورة رسمية وكنت أعرف لو كنت أدخل بالجواز السعودي مزور لمررت من دون إثارة انتباه كبير ولكن إذا كان رجال الأمن يتعرفون على شخصيتي الحقيقية لكانوا يعاملونني في تلك الظروف الحساسة كجاسوس بعثي عراقي يحاول أن يخادعهم ويسجلوا ضدي مخالفة قانونية بدخولي بجواز سفر مزور ولذلك عندما ساكني رجال الأمن إلى مبناء الأمن السياسي كنت مطمئن نوعا ما وقلت لهم بأني معارض للنظام العراقي وأحمل معي مناشير مضادة للنظام ولم يكونوا قد عثروا عليها فتشوا شنطي ولكنهم لم يعثروا عليها ففوجئوا بالحقيقة وعندما أخرجت من الشنطة بعض المناشير وأعطيتهم ما شوفوا هذه يعني ضد النظام العراقي ولم أكن أتوقع منهم أن يصدقوني بسرعة خاصة وأن النظام العراقي كان يقوم في تلك الأيام بتفجيرات في شوارع دمشق وهكذا اعتقلني الأمن السياسي وأرسلوني إلى معتقل إلى الجنوب من السوق الحميدية اسمه كاركول كذا ويبدو أنه من عهد العثماني ووضعوني في زنزانة بانتظار التحقيق كانت تلك أولى تجربة لي في الاعتقال وبعد ثلاثة أيام وبعد تحقيق أولي نقلوني من الأمن السياسي إلى الأمن الجنائي في كفرسوسة المقر الرئيسي لهم وهناك سمعت السجناء يتحدثون عن جهاز أمني آخر يسمى فرق فلسطين وعن ضابط أراقي بعثي معارض يتعاون مع السوريين وكنت لاعزة الأحمل معي عددا من الجوازات المزورة مخبأة بطريقة ذكية في أمتعتي ولم يعثر عليها رجال المخابرات وحراس السجون رغم تفتيشهم لها عدة مرات وفي الأمن الجنائي أيضا فاتفقت مع أحد المعتقلين الأردنيين الذي كان على وشك الإفراج عنه والخروج من السجن اتفقت معه أن يقوم بأخذ هذه الشنطة الصغيرة ويشحنها إلى الكويت وعلمت فيما بعد أن الشنطة المعلبة ذات الجوازات الأربعة وصلت سالمة إلى عنوانها من الأردن إلى الكويت وبعد حوالي الشهرين تم نقلي إلى فرق فلسطين وإلى زنزانات تقع في أسفل بناية سكنية عادية وكانت أسوأ معتقل حيث لم أكن أرى النور فيها أبدا ولا أستطيع تمييز يدي وكنت أعرف الوقت فقط من خلال وجبات الطعام وبعد فترة استطعت أن أكسب أحد السجانين الذي أخذ يرأف بي فيسمح لي بالحركة والخروج من الزنزانة والقيام بمسح البلاط وتنظيف المكتب ثم جاء يوم التحقيق الأخير عندما أخذوني إلى أحد الضباط الذي سألني عن اسمي وبلدي فقلت له أنني من كربلاء وهنا تظاهر هذا الضابط بإغلاق الملف وطلب مني أن أحدثه عن قصة الإمام الحسين كما قال لأنه من حلب ويعرف أن هناك مسجدا باسم مسجد النقطة وقيم على نقطة دم من رأس الإمام الحسين عندما وضعه الأمويون وهم في طريقهم من العراق إلى دمشق فانطلقت في الحديث وقرأت لك رأي بالحقيقة وأدركت فورا أنه يحاول أن يتأكد من هويتي الدينية يعني لماذا سألني هذا السؤال يحاول يعني هكذا خمنت أنه يريد أن يعرف أنه مبعثي أنا أو لا أنا فعلا متديم معارض أن يتأكد من هويتي الدينية وأنني لا أنتمي إلى حزب البعث العراقي وتذكرت ذلك الضابط العراقي الذي سمعت عنه في سجن الأمن الجنائي فحسبته أنه هو وإنما كان يتظاهر بأنه سوري وسني من حلب وبعد ساعة من الحوار البعيد عن موضوع الجواز المزور يعني هذا كله كان ولا شيء يعني عنده سلمني جوازي العراقي وأفرج عني وطلب عقد لقاء مع رئيس فرع فلسطين وأعتقد أن اسمه كان المقدم أبو عمر أو كان نائب الفرع هذا المهم يعني ضابط كبير في ذلك الفرع الذي أبدأ رغبة في مزيد من التعرف على تنظيمنا المعنون على نشرة عراق الغد اللي كنت أحملها معي وهو بهذا الاسم كنا نكتب الجبهة الإسلامية الوطنية وطلب أيضا بقراءة البيانة التأسيسي أو دستور هذا التنظيم فوعدته خيرا وقال لي بأن القيادة ترغب في التعاون معنا كمعارضة عراقية وعلمت فيما بعد أن الأخوة في قيادة الحركة منظمة العمل يعني أو الحركة المرجعية وبالتنسيق مع الأخ الإيراني أبو أحمد سميعي اللي هو بعدين تبين اسمه الشيخ محمد المنتظري الذي كان على علاقة جيدة أيضا مع سوريا وكذلك بالتنسيق مع السيد موسى صدر رئيس المجلس الإسلامي الشيء العالي في لبنان قد قاموا بالاتصال بالمخابرات السورية وإطلاق سراحي من دون محاكمة خاصة وأني لم أكن قد قمت بأي مخالفة قانونية ما عدا حمل جوال سفر مزور لم أستخدمه في الدخول واستلمت شنطتي وهي لا تزال معبئة بكل المناشير دون أن يكتشفها رجال الشرطة والمخابرات مرة أخيرة وبعد ذلك تكرر الزياراتي إلى سوريا بهدف الحوار وجلبت معي عددا من الأخوة في التنظيم كالسيد علاء قطب وسيد حسين الطويد وقابلنا وزير الخارجية عبد الحليم خدام وعددا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الكبار الذين كان بعضهم يلح علينا بالقيام بعمل عسكري ضد النظام العراقي ردا على ما يقوم به من عمليات وتفجيرات في سوريا ربما كانوا يهدفون أيضا التفجيرات في العراق ولكن لم نكن قد قررنا الشروع في هذا الطريق رغم أننا كنا نعد العمل العسكري في تلك الأيام ولكننا رفضنا القيام بهذه الفكرة تماما واقترحنا عليهم إذا كانوا بدون تعاون معنا نحن نحتاج إعلام أعطائنا محطة إذاعة فرفضوا أيضا وانتهى الحوار لا نحن قبلنا مقترحهم ولا هم قبلوا مقترحنا وبعد أن خرجت من الاعتقال وعلمت بأن الإمام موسى الصدر قد لعب دورا في إنقاذي من السجن قمت بزيارة شكر له وأقدت معه صداقة وحضرت الاحتفال الذي أقامه في أربعينية المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي والذي قطعت بسببه علاقة الصدر بالحكومة الإيرانية شان شاهية ثم أخذت أزوره بين الحين والآخر وأحضر ندواته ومحاضراته وفي آخر رمضان له قبيل اختطافي وتغييبه أعلن أنه سوف يلقي محاضرات كل مساء في مسجد العاملية في بيروت ولكن مسؤول المسجد أو المدرسة العاملية رفض السماح له بذلك بالتأثير من إيران رغم أن السيد كان يمثل الشيعة ويرأس المجلس الإسلامي الشيعة الأعلى في لبنان فعقد جلسة واحدة هناك وحضرتها أنا ثم انتقل إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعة الأعلى في الحزمية في تلك الأيام كان منطقة الحزمية في شرق بيروت ولم يكن يحضر أكثر من خمسين شخص بينما كانت حركة أمل قد ذوت أو تلاشت ولم يعد يحضر في مقر الحركة في برج براجنا إلا بعض الأفراد أفراد قلائل وكانت بعض الصحف اليسارية تهاجم السيد موسى صدر ولا تلقى أي رد فعل مما شجع القوى المتضررة منه بالتخطيط للتخلص منه نهائيا وكما هو معروف فقد سافر السيد إلى الجزائر وليبيا ليبحث العدواني الإسرائيلي على جنوب لبنان سنة 1978 بعد ذلك بسنة يعني وإسرائيل احتلت شريط حدودي وهجرت ألاف المواطنين الجنوبيين وعندما وصل إلى ليبيا اختفى فيها وادعت الحكومة الليبية أنه خرج منها ولكن الأرجح والثابت الآن أنه تم تصفيته في ليبيا على يد مخابرات العقيد الكذافي وذلك في نهاية رمضان 1398 وإلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر